ناقش رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك مع وزارتي المالية والنفط والمعادن جنوى جوانب التكامل والتنسيق في جوانب اصلاح اوضاع الوحدات الاقتصادية التابعة لوزارة النفط وتفعيل عملها وتطرق الاجتماع الى الخطوات المنجزة لاعداد الموازنات المالية للعام القادم وفق توجيهات اللجنة العليا للموازنات وبرنامج الاصلاحات المالية والادارية اضافة الى تعزيز التنسيق بين الوزارتين في مراجعة وتنظيم اعمال الهيئات والمؤسسات النفطية وبما يرفع من كفاءة عمل المؤسسات